بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بولادي بناتي جماعة الترمينة العلم تجربية تقنية رياضي ورياضي وحتى شعبة تسير واختصاد سوف نتحدث عن عنصر مهم كل عام جينا في جزء الدول ما كاش عاما نلقواش اللي هو المستقيم المقارب أو المنحنة المقارب لبالي المستقيم المقارب سامعين به لكن الكثير ما هوش سامع بالمنحنة المقارب بالرغم رح طايح واحدة ست مرات في الباكالورية في الجزء الأخير تاع الدول إذن لكن حبوا لدي وبنتي يتبعوا معي حتى الجزء الأخير لأن في الجزء الأخير عندنا منحنة المقارب لكن ركزوا ولدي ما يمليحم له إذن قال 1 لتكون الدالة F المعرفة على R معدل 1 بالعبارة F لـ X2 زائد 1 على X ناقص 1 وصي F منحنة الدالة في معلم متعامد ومتجنس قال أحسب نهاية الدالة عند النقص ما لا نهاية وعند الزائد ما لا نهاية عند الواحد بقيم صغراء والواحد بقيم كبراء وفسر النتائج المحصلة عليها هذا سؤال ما كاش عم نصيبه أرضح وجود لدينا أنت القمز اللول اللي هي Limiter F لـ X لما الـ X يقول إلى ناقص ما لا نهاية لاحظوا معي يا أولادي واحد دالة ما لا نهاية معروف أي عدد دالة ما لا نهاية صفر ما شاءل تبقى لنا النهاية تبقى لنا أثنين نفس السيناريو نهاية عند الزائد ما لا نهاية كيف كيف واحد على ما لا نهاية صفر تبقى لنا أثنين اشتاوى التفسير الهندسي في ذا الحالة أولادي أسمعوا أشتاوى التفسير الهندسية لما نسمع كلمة فسر هندسيا أو بيان نقول منحنة الدالة دائما جي فلاسي التفسير الهندسي هو منحنة الدالة نقول منحنة الدالة اللي هو شكون هو هو سي أف يقبل مستقيما مقاربا أفوقيا معادلته إيجراج يسوينا العدد اللي لقيناه واللي رأي يقول إيجراج يسوي إثنان مستقيم مقارب فالبقى يعطوه عليا سفر هذاك مايش مستقيم هذهك معادلة مستقيم هذه اللولة نأتي الآن إلى حساب عند الواحد كذلك كل هذه اللي هي نيميت آف لإكس لما الإكس يقول إلى الواحد بقيم صغرى لو نعوض تعويض مباشرة سنصيد اثنين زائد واحد على واحد ناقص واحد اللي هي يشعل صفر أي عدد معادل صفر أي عدد على صفر هو مالا نهاية تبقى لي حرب الإشارة نروح ندير إشارة المقام التاعي وين ره المقام؟ ها هونا اللي هو إكس ناقص واحد في المسود دا لأننا أكيد عند الواحد لأن إكس ناقص واحد يستيقص صفر ومنه إكس يستيقصنا واحد نفس عكس نفس عكس بقيم صغرى شوفوا اشتعطاتنا ناقص معناه صفر ناقص إذن زائد في ناقص يعطينا ناقص مالا نهاية الآن نروح نحسبوه كيف كيف لميت آف لإكس لما الإكس يقول إلى الواحد بقيم كبرى نفس السنة اللي راح نصيبه واحد على صفر زائد واحد على صفر زائد هي زائد مالا نهاية لأننا قلنا أي عدد العدد على المالا نهاية يعطينا صفر وعدد على صفر هو مالا نهاية آه خلاص الآن هنلقينا النهاية التوعية التفسير الهندسي منحنة دل كيف منحنة دل هنا كيف يسموه يسموه سي آف نقول سي آف يقبله مستقيما مقاربا عموديا عموديا معادلته إكس يسونا شعال واحد إذا لما نحسبوا النهايات عند الأعداد ونلقوها ما لنهاية هنلقينا نحنة يقبل مستقيم مقارب شاقولي أو موازي لمحور التراتيب أو عمودي وهنا نقول مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل كيف كيف يعني يتسبوا هذه ولا هذه كامل لجوز خلاص هذا فيما يخص هذا الأفقي وهذا العمودي هذا هو التفسير الهندسي التاع اللول والتفسير الهندسي التاع الثاني نأتي الآن إلى الجزء الثاني خلاص الجزء اللول فهمتوه عندنا مستقيم مقارب أفقي وعندنا مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي الجزء الثاني لتكون F دلة معرفة على R معدى 2 وسي F منحنا هذه الدلة في معلم متعامد ومتجنس F لإكس سيونا إكس زايد أنا أدرك منه خلال هذه رح أنت تعلموا الفكرة الآن قال بيّن أن دلتا مستقيم مقارب مائل لCF معادلته Y يسوينا إكس زايد واحد عند ناقص وزايد مالا نهاية أروح جولدي الآن كيف أنت ثبته باللي هذا مستقيم مقارب مائل لإثبات على أنه مستقيم مقارب مائل لازم نحسب نهاية الفرق لمت F لإكس ناقص إجراج ندير القيمة المطلقة هكذا شوفوا لدي لما تصيبوا رمز القيمة المطلقة هكذا لاني قاصد إكس يأول للناقص مالا نهاية أول الزايد مالا نهاية لستو حتى في الفيديو لفي كتاب تال أستاذ نوردي يعني هكذا نقصده بهم للزوج لازم نهاية الفرق شعر نصيبوها نصيبوها صفر دايما لما يقول لي بيّن أن هذا مستقيم مقارب مائل لازم نهاية التفرق نصيبوها شعر واضح هذه مبارهانة هروحي جولا دي تصبحنا للميت أفلي إكس هاي بنا اللي هي إكس زايد واحد زايد واحد على إكس ناقص اثنين ناقص إيجراك ها هوين إيجراك اللي طوهنا شوفوا وراء ناقص إكس زايد واحد لما القيمة المطلقة تروح زايد مالا ندخل على هذو ناقص صبح ناقص ناقص شوفوا لدي ها مراحب صبحنا واحد على مال نهاية واحد على مال نشعال صفر ها نثبتنا بللي مستقيم مقارب مال إذن لما يعطونا المستقيم من تعنا يعطوه النواجد لازم نهاية الفرق التاع هذا ناقص هذا لازم نصع نصيبوها صفر نقول سي أف كأجوبة سي أف يقبل مستقيم مقارب مائل دارط معادلته يجرق يساوي أن إكس زيد واحد عند ناقص و زيد مال هذه إجابة النموذجية بعدها الثاني هذا خلاص كمنا معاه نأتي الآن إلى إذن خلاص هل يقولون ها هو المستقيم والثبتوه باللي مستقيم مقارب مائل نهاية الفرق لازم صيف وهذا لا يتكرر في الأسية وفي الأغار المياه ماشي حتى في الدور غير هذا صح نزيد نتقدموه الشاطرين لهي ثالثا أف دالة لمعرفة على أربي و سي أف تمثيلها البياني منحنة البياني بحيث العبارة تعنا أف لإكس سين ثنين إكس زيد واحد زيد ثلاثة على إكس مربع زيد واحد قال وبين أن سي أف يقبل مستقيما مقاربا مائل يطلب تعين معادلة له مثلا هذا نتابع جيدا طاح مثلا في 2014 لشربة العلم التجريبية هذا السؤال صح كيف نتثبت الآن باللي مستقيم مقارب ومعطون معادلة تعال شوف أولادي يقول إذا كانت عندنا الدلة تعالى مكتوبة تساوي إنا أ إكس زائد بي زائد آ ش لإكس مع لمت آ ش لإكس لما الإكس يقول أول قيمة مطلقة إليك نقصرنا هنا عند الزائد والنقص من النهاية القيناها تساوي صفر نقر مباشرة نسمعوا مبارا هل أولادي آف لإكس يساوي آ إكس زائد بي زائد دلة يسموها آ ش لإكس مع النهاية هذا الجزء يساوي صفر فإن منحنة دلة يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته و إيقر شوف يساوي هذا القيمة بالضبط آ إكس زائد بي هذه اللي لازم لكم أي طاحت في 2014 سينطفك عم واحد ما عرف عش معطوش المستقيم يعطيك غير عبارة تعدلة وانت كتشف هاتف قلها بلي كان مستقيم مقارب مائل هروا حجو أولادين نجربوها مع المثال هذا لو نجي ونشوف لميت أفلي إكس اللي هي 2 إكس زائد واحد زائد ثلاثة على إكس مربع زائد واحد لما هنا نقص دلة الزوج عند الزايد والنقص ما لنهاية شوفوا هذه ركزوا معي لو نشوف إلى هذه هي الدلة تعي آش هاي من آش حيث آش لإكس تساوي ثلاثة على إكس مربع زائد واحد أروحوا تشوف نحسبو نهاية هذه أروح إذن لدينا الليميت ثلاثة على إكس مربع زائد واحد لما القيمة مطلقة هنا قلت لكم دائما نقصد عند الزايد والنقص مليان شوفوا شعال صفر ها ثلاثة على مليان صفر السمع ما يملي نعاود لك أنت الدلة تعي مكتوب كما هك وهذا الجزء نهاية عند المليان تروح صفر نقر مباشرة بالرهاية معادلة دارت التالي نقول ومنه سي آف يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته إيجراج يساوي نادي هذا العدد ثنين إكس زائد واحد عند ناقص وزائد ملان هذا مكان لدي إذن لما تكون الدلة تعي مكتوبة بهذا الصيغة وهذا الجزء راح لصفر عرفوا بالليل معادلة المستقيم تعلم المقارب المائل هي إيجراج يساوي إثنين إكس زائد واحد هذا أو وحد أخر وش يقول عنا طريقة وحد أخر أن نجل للدلة تعي ليميت ثنين إكس زائد واحد زائد ثلاث على إكس مربع زائد واحد درك شا تدير جيبوا العكس التاع هذا شوهوا والعكس التاع هو ناقص ثنين إكس ناقص واحد لما قيمة مطلقة تروح للزائد من النهاية شوفوا هذا مع هذا مع هذا مع هذا رائع تبقى للنهاية تاع هذا شعار صفر ومنه نقر أن سي أف يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته إيجراج ما تنسوا ليش كلمة إيجراج يسوين ثنين إكس زيد واحد لأن هاي لكم مستقيم مقارب مائل قلنا آف لإيكس ناقص إيجراج هاي لكم آف لإيكس ناقص إيجراج إما نطبقوا هذا الخاصية نقول غاليمة تاع يسوين سيفر فإن منحنة تاع يقبل مستقيم مقارب مائل معادلة وإيجراج يسوين ثنين وهذه صح هذه خلاص هذه كذلك قلت لكم رأي طاحت في أحد البكاريات السابقة وقالت واحد تفسان ثانية نروح الآن إلى الحالة الرابعة الحالة الرابعة هذه العام الماضي درتها في دير لاباز في البكتاع دميلفندو جيت نحل البكتاع لماتي دميلفندو حتصتها في دير وها هاي كما حكيت عليها كما طاحت ويرجي الفكرة أول مرة في 2017 وعود وكرها في 2019 وعود ها في 2023 هذا الفكرة اشتهي يارك تشوف قال لي اعطينا F دل معرفة على R و C F تمثلها البياني بحيث العبارة تاع F X هي X 1 1 X 3 قال نحسب نهاية الفرق limit X 1 1 1 X 2 4 Z 3 ناقص X لما X وليل قيمة المطلقة هنا قصد عند Z و الناقص شوفوا الذي هذا مع هذا يروح هو 1 علم لنهاية 0 شو تبقى ناقص 1 هذه ليس دايما الخضر لاحشي معنا ليس دايما نسيب 0 قال اللي يحسب بالنهاية يشعل القيت ناقص 1 الآن السؤال اللي يجي بعد فسر النتيجة هندسية تفسير الهندسي السمع معي التفسير الهندسي أو البياني شوفوا الذي شربه القاعدة هذا رجعه لي ما خوط شوفوا تصبح لكم تصبح لكم لكم افلي اكس ناقص اكس وهنا رجعوه هنا تصبح زايد واحد يساوي السفر ركز هاي افلي اكس ناقص اكس وهذا رجعوه من ناقص يقول لنا واحد ويبقى لين شعال يبقى السفر لما القيمة المطلقة دايما تروح زايد مدن نهاية ركز هو يقول لك خرج لنا ناقص هنا عم مشترك صبح للميت افلي اكس ناقص خرج ناقص اولي اكس ناقص واحد لما القيمة المطلقة تروح زايد مدن نهاية شعال تبقى صفر اياج اولادي تشوف اروح نعود نكتب لكم القانون تعال مستقيم مقارب بالأول للميت افلي اكس ناقص اياج يسوي لما اكس يقول الى زايد مالا نهاية نحب بكم تركز مع افلي اكس قابل افلي اكس ناقص يقابل ناقص اياج اياج يقابل اياج اكس ناقص واحد شاهد التفصيل الهندسي اسمعوا نقول سي اف هذا هو اللي جان في الباك تاعة الفين وثلين سي اف يقبل مستقيم مقارب مائل معادلته شوفوا لديش تاين معادلة تعو اياج يسوي النا اكس ناقص واحد عند ناقص و زايد بنا نهاية اذا نعصر وحكم ماشي دايما النهاية تتعكم تسيبوها صيف مرة اللي أقل لك حسبها تسيب العدد اللي تسيبو هنا رجعو مننا وخرج الناقص يبقى لك يسوي هذا العدد هي معادلة المستقيم المقارب المائل دايما التفسير الهندسي نقول منحنة الدلة منحنة منحنة سموها 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 قاما ولا سموها حاجة آخر نسموه احنا ما لدينا مش مشكلة هذه خلاص كمان معها اذا هذه عصر وحكم مستقيم مقارب مائل بالصحة ترجعوها ذلك الحالة الاخيرة اللي الكل مهم جدا الكل ينتظرها جاتنا في الباك 2021 جات في 20 جات في 16 جات في 12 جات عدة مرات يعني في الباك كالوريا الكثير ربما منتبه لاش حتى احنا مرات الاسات في القسم ما ننبوش لهالطالاب ولكن جينا في الباك شوفوا معي قال الناس F دل معرفة من واحد زي واحد على X ناقص واحد قال احسب نهاية هذا الفرق عند الزايد مرات انا الدل ربما عرفة جيت زي مرات 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 تصبع انها هكذا limit X مربع زايد واحد على X مربع X ناقص واحد ناقص X مربع لما X يقول زي مرات مرات مش الشرق دائما هذا مع هذا راح واحد على ما لن هي شعال صيف الكثير يقول يا أستاذ المنحنة فسر المنحنة سي افي قبل مستقما يا لوداد هنا كارثة بألك تقول لي مستقيم هذا ما هو مستقيم هذا يظن الدل مربع الدل مربع ما عند مستقيم عند منحنة هذا هذا هو كلمة المنحنة المقارب إذن نقول هنا سي آف يقبل منحنة مقارب معادلته ي يسوي نقص هذه خاطئنا منها إكس مربع عند زائد ما لدي أستاذ ونعرف المنحنة المقارب من المستقيم المقارب المنحنة المقارب الذي يكتب مثلا إكس مربع آلان إكس أسية إكس جذر إكس إكس مكعب شوف معا يمليح أما المستقيم هو عبارة من الدرجة الأولى إقراج يسوي لنا آ إكس زايد بي شو تنصيب هنا إكس ما نصيب إكس مربع آلان إكس أسية إكس جذر إكس إكس مكعب واحد على إكس إكس مربع أو واحد على ثنين إكس مربع زايد ثلاثة بين هذي ما هذا ما هو مستقيم هذه عبارة منحنة فنقول سي أف يقبل منحنة مقارب معادلته دايما إي يسوي إي يسوي هذا العدد عند زايد ما لنها يعني عصر وحكم تقول هذا مستقيم مقارب يعني الفرق بينتهم ها هو المستقيم سيف فيه إكس ها إكس إكس شفتوا كيفاش هذا كامل ها إكس أما هذا جاء إكس مربع دايما منحنة مقارب عند الزايد ولا يجينا على النقص ما المهم ما يهمنا إحنا حاولون نتعلم الفكرة الأساسية إن شاء الله رأكم فهمتم يبقى واحد السؤال دايما يجينا وراه هذا الأسئلة كل ينغيط راح هذا السؤال يجي وراه أدرس وضعية نسبية للمنحنة سيف مع المستقيم أو مع المنحنة للزوج هنا دايما نقول أي بين الكلمة بعد نقول ندرس إشارة الفرق ندرس إشارة الفرق الذي هو أف لإكس ناقص إجراد لكن على دي أف لازم أعلم جموعة التعريف هنا دايما راح نطيح كما هنا تروح هذي ما هذه تبقى لي هذه هذه هنا نشوف لي هولادي بالنسبة للمستقيم كيف كيف ها إكس أف لإكس مثلا هنا نفرض هنا أعطينا هنا مزموعة التعريف من واحد الزي ماني ها هو واحد قيما من وعا هذه كاميرا نشطبها نشطبها هنا عندنا نفس عكس إشارة هذا الكسر هذا خلاص راح وهذا راح البسط موجب وهذا من موجب من سالب نحن نقول الوضعية سي آف يقع فوق المنحنة ذو المعادلة إيقلق يسمي إكس مربع أن المنحنة التعيها هو وإلا سموه مثلا ذا المنحنة قاما نقول سي آف يقع فوق المنحنة قاما أما إلا كان مستقيم لا نقول هنا مثلا سي آف يقع فوق المستقيم ذالطا فغبين هذا منحنة وهذا مستقيم إن شاء الله رأكم استفدت خاصة يعني حالة اللولة مقارب أفقي شاقولي مائل مائل نحسب بها نعرف وجي خرجنا مائل وهنا منحنة مقارب هنا تعلمناهم كامل في 20 دقيقة برافو عليكم جماعة اللي كملوا الفيديو وفهموه وادعوا لي ربي شافين إن شاء الله باهم كمل مع أولادي وابنتي إلى آخر السنة بإذن 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 الواحد الأحد وما تنساوش تترحم على رحمة طهيرة سلام سلام